إن شاء الله كابم سامة ألف مبروك تأهل المستحق طبعاً هو التأهل المستحق من هنا ويمكن إحنا قبل المباراة قلنا كده ما كانش فيه قلق يعني ما كانش فيه قلق أن النادي الأهلي بخبراته الكبيرة بلعبته بأجهزته الفنية بكل بالمنظومة بتاعت النادي أنه يبقى كسبان أربعة صفر مع فريق زي وفاق سطيف وتبقى الآن وإنت رايح تلعب هناك صعب جد فإنت بنسبة كبيرة جداً إذا ما كانش مية في المية بس عشان أنا بنسيب يعني ولو واحد في الألف للقدر يعني لكن أحب نتكلم في كرة القدم وأحداث حصلت إنك تكسب أربعة صفر يعني أنا شوفي متأكد إن النادي الأهلي يوصل ولكن هو كان القلق في إيه لو إنت ما خدتش الأمور بجدية القلق إنك أنت تبقى مستهتر القلق إن أنت سواء كجهاز فني أو لعبين إنك تلعب إحنا بنشوف من بره إحنا كمتفرجين كنقاد إحساسنا بالمطر لكن اللعبة مش معنى إن إحنا بقولوا إحنا وصلنا من هنا إن الانطباع يوصل لهم إنه لا يلعب بأي أسلوب أو بروح مش روحة عالية باستهتار بتاع لا ما كانش قصدنا كده أنا بنقول بنلعب بقوة بنلعب باحترام المنافس ولكن الوصول كان من النتيجة هنا أربعة صفر إنت روح تكملت هناك أو أكدت الوصول أنت قصدك إنه ما كانش بيه حاجة تستدعي القلب لا بالنسبة لي ما كانش بيه حاجة تستدعي القلب خالص لا خالص ما قلتش قال الآن خالص لا من السوديو اللي فات ولا من بداية المتش النهار من السوديو النهار ما قلتش قال الآن طبعا أي أي من صعب قوي في الكورة نكتب مغلوبة أربعة وفرقة بحجم الأهلي وتروح مع احترامي كمان لفرقة وفاق الصيف إنك تخسر بنفس العدد أو أكتر يعني عايزة حاجة معجزة آه يعني شبه معجزة ماشي أحيانا ممكن تحصل في الكورة بس صعب جدا برضو مع كفير درب بالضروب المستحيل آه بالنسبة لنادي الأهلي الحمد لله اللعبة خلت الموضوع بجدية من البداية وأول تلت ساعة من أحلى أو 25 ديها من أحلى الفترات النادي الأهلي العبها السنة دي تمريرات سريعة جدا استحواز ضغط وقلنا إنه مستر مسماني عنده كل السيناريوهات ممكنة بالنتيجة اللي حصلت هنا نتيجة 4-0 مديك إنك تعمل أي سيناري أنت عايزه قلتلك لو عايز يلعب ضغط من قدامها هيعمل لو عايز يلعب ثلتين ملعب ويلعب على هجمات مرتدة هيعمل فهو ابتدى زي ما أنا كنت متخيل إنه هو كسبان 4-0 ومش خايف فضغط من قدام قوي واللعب كانت عندها جرأة جديدة جدا وفعلا قدرت تجيب في أول ثلاث دقيق جون من أحلى الأهداف اللي تعاملت السنة دي للنادي الأهلي بتمريرات سريعة جدا بين عبدالقادر وشريف وعبدالقادر وبرستاو وجون رائع في أول القول ده غير بداياته فاقستيفة أثر على بداياته فاقستيفة ده أنا هلم مراراة ها بالظات أصدر هو سمعي زيبانين إن الفرق كبير قوي بين النادي الأهلي وبين فاقستيفة دي حقيقة دي حقيقة معلش مع احترام الكامل ليهم لا فيه فرق النادي الأهلي بين خبراته بين إمكانيات لعبته بين لعبته الدولية أنت عندك سبعة تمن لعيبة في النادي الأهلي الدوليين أنت منتخب مصر أنت بالنسبة للوفاء السيف تقريبا ولا واحد يعني فيه فروق واضحة والنتيجة هنا أكدت كده النتيجة بتاعت 4 صف ما خليك رايح متطمن بيبقاش عندك شيء مش من القلق إنك بس عايز تأكد إنك اللعبة ما تاخدش الموضوع باستهتار لكن غير كده النتيجة لا كبيرة وأكدتها بهدف بدري جدا في الديها الثالثة زي ما قلت لك وهدف من أحلى الأهداف واللعبة كان عندها جرأة وثقة لأنك أنت تبقى كسبان بنتيجة كبيرة كده هتاخد ثقة إمتى يعني أنا كلعيب كورة لو أنا مش كسبان في ملعبي أربعة صفر واحد عبرة أمتى هبقى عندي ثقة في نفسي أمتى هبقى مش خايف أمتى هبقى جريء أمتى يعني النتيجة كانت مريحة إحنا قلنا لو الظروف غير كده لو واحد صفر اتنين واحد زي ما تشار رجاء لأ الألأ كان يبقى أكتر والتوتر كان يبقى أكتر والخوف عن النتيجة كان يبقى أكتر فالنهاردة الفرقة بالذات الشوت الأولاني أكتر يعني يمكن أكتر من الشوت الثاني الأداء كان هايل في جرأة في ثقة في تمريرات سريعة في هجمات وقدرنا نجيب جون بدري أضع المطش ولما نجيب أتكلم على كل فنيات فمبروك وطبعا طبعا شعود مستحق طبعا